السلام عليكم الدريري. كتمنى تكونوا باخر صحة لكم مزيانة كل شي هو هادك. جبت لكم الخوت شنو قال. واحد من اهم اللاعبين اللي احترفوا في اوروبا وايضا اسطورة ذو الويدد اللي هو حاسن نادر. ابرز اللاعبين اللي عرفاتهم من كورة القدم مغربية. اللي ممكن عرشد اللاعب نعطاكم واحد نبدأ عليه. عاد بس نعطاكم شنو قال حاكم زياش. حاسن نادر يلعب مع فريق الويدد سبعة اعوام. من بعد احترف في اسبانيا من بوابة ريال مايوركا. ومن بعد انتاقل لبرتغال وحمل قاميسي فارنزي وبينفيكا. قبل اعتزال عام الفين وربعة. بحيش عنده انجازات كبيرة. بحيش توجه لقب هدف دوري برتغالي لموسم الف وتسعمية عبعة وتسعين خمس وتسعين براسيد واحد عشرين هدف. وكحتل الحالي لمركز تمني وخمسين في ترتيب افضل هدفي دوري برتغالي عبر التاريخ براسيد ربعة وتسعين هدف. يعني دوز كورة دلب الصح. بحيش يتقال في حوار مع العائل الاماراتية عن ابرز القضايا واللي هي استبعاد حاكيم زياش نجم تيلسي من قائمة الاسود الاطلس بحيش تقال كلام منطقي. المهمة الخوط نقول لكم شنو. من الواضح ان التواصل اصبح مستحيلا بين حاكيم زياش وخلل زياش لعدة اعتبارات. من بينها الشخصية القوية للطرفين وعدم استعدادهما لتقديم التنازلات. ككل المغاربة تمنيت شخصيا مشاركة حاكيم زياش ضمن منافسة امم افريقيا. غير انه ينبغي احترام قرارات المدرب خاصة وانه هو من سيتحمل المسؤولية في نهاية المطاف. طيب ها خلوزي تتحدى ومن الصحب ان يتعامل ملاعبين من طينة حاكيم زياش وايضا نصر مزراوي. وقال ايضا هدف بنفكة السابق الدوري المغربي لم يعود يضم نجوبا كبيرة كما كان عن اي الحال في السنوات السابقة. وهو ما جعل هامش ان اختيار محدودا امام المدرب. تمتلك المغرب مخزونا هائلا من المحترفين وبالتالي فانه من المنطقة ان يستعين اخلوزي تش بالطيور المواجرة في القارة العجوز. ولا ينبغي ان ننسى ان عددا من المحترفين تخرجوا من الاندية المحلية على غيرار نايف اقريس وياسين بونو بجانب بادر بانون سوفيا الراحيمي بفضل عن يوسف انصيري وايوب الكعبي وغيرهم. نرشح المنتقابات المغرب والجزائر والكاميرون والسينيكال ونيجيريا ومالي. لتقدر توجب البطولة القارية. اشبه لكم الاترادية والخوش. هذا ما كان. اتحلوا لي فرص.